تابع وزير الموارد المائية والرية هاني سويلم خطة تدريبية للعاملين بالوزارة بناء على الاحتياجات الفعلية وتنفيذا لرؤية مصر 2030 بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرية وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام من خلال تطوير مهارات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز وتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين هذا وقد قام المركز بتوقيع سبع بروتوكولات وشركات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني سعيا للوصول لأقصى درجات النظام والجودة حيث أتم المركز إجراءات اعتمادات شهادة الجودة أيزو 9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات